رسالة مني لحضراتكم جاي يعرضها وموضوعاتها رح اكتبها واحددها بس انتو برضو تانسونا واتبعونا دوجودكو ينور برامجنا وحيسعدنا عن انفلوانزة الطيور رح تبقى اليوم رسالتي وحيبقى لي يا دور في المعلومات يا خلتي عشان الناس غلابة وحالتهم زي حالتي وانا هدخل في المفيد عشان ما يضحش وقتي ماهو المرض ده مرض خطير والمسبب ليه فيروسي وان اهملت الوقاية يضح طيري وفلوسي عشان كده من اللي فات رح اتعلم دروسي وحقول على المعلومات لامه سيد وبوسي ومن المعلوم يا سادة والمعروف ان الامراض لحظة ما بتصيب الكائن على الكائن تظهر اعراض واعراض المرض ده رح اقولها لك يا سعاد وحقولك عالتوصية زي ما جات في الارشاد واعراض المرض عالطيور يا هنية ارتفاع الحرارة وصعوبة تنفسية وخمول عالفرخة يظهر وافرازات مائية وتلاقي الريش خشن في طيورك يا زكاية وتلاقي البيض مشوه وقلي الحبتين والعرف لونه يتغير وكمان الدليتين وتلاقي ورن في الراس وتقولي ده جه منين واحتياطات الوقاية رح اقولها في كلمتين مع الاصابة بتتنقل بين قطعان الدواج بتلوس في العلف والعنابر والاماكن من افراس تير مصاب مهاجر او ساكن او تلوس في المسائي او في مياه الجراكن اما عن طرق الوقاية اللي جات في التوصيات لو عنبر كان فيه اصابة رح نعدم كل الحالات والعمال في المزارع نحميها بالقفزات وقناع الوجه واقي من الخف من الفيروسات ونسيب الشمس تدخل في المطرح مرتين عشان ترفع حرارته وارش الفرمالين ومركبتنا شادر يا عم الشيخ حسين وحدعي واقول يا رب وانتو اقولوا امين